ان شاء الله بإذن الله على الطريق السلامة. ان شاء الله باذن الله اليوم هنتكلم عن شبكات. اولاها الل谷 هنتكلمنا عن الفيلان امس. اليوم هنتكلم عن الشبكات wanna أولين اي Burnization and bias herинов while we talk about den VLAN او ال ACL أو الأكسس من كونترول diesenدد والANC. الخاصة بي الشبكات يعني ايه ACL.. يعني ايه قوائم اتحكم في الوصول? كلمة ACL يعني Access Control List Access يعني وصول Control يعني تحكم وList يعني قائمة قائمة تحكم في الوصول ويطلق عليها كده ترجمة الحرفية هي عبارة عن ايه هي عبارة عن قائمة من الشروط اللي حين بنحطها عشان بنضعها على الشبكة بتاعتنا عشان نقيد حرقة المرور او نضيف بعض من وسائل الامان للشبكة بتاعتنا زي كده التعليمات او شروط معين اللي هيتم عطو الشروط دي ويتباعها هيشتغل معانا في الشبكة ويبقى كويس مش هيتبع معانا على الشروط دي هيت هيتم اخراجه من الشبكة وتم اطرده الكلام ده بيتم ازاي بالضبط كده كأنك عمل لوحات شهدية مرورية على الطرق لما تدخل المدينة يقول لك والله ايه ممنوع صغيرات النقل الثقيل من الساعة كذا للساعة كذا معانا ايه معانا انت لو صغيرة من ساعة نقل الثقيل وبتشوف اليافطة دي بتلاقي في مخرج او في طريق جانبي بتدخل منه عشان متخش البلد يبقى ايه عشان ما تلاقيش ساعة كبيرة ضيانة كبيرة جدا او ساعة كبيرة اللي هي المرسيس الكبيرة دي هيت التراكتورس والحاجات اللي زي كده وسكانية وكلام ده والساعة ده هيتمشيها وسط المدينة او في اماكن فيها زحمة هتعمل مشاكل مرورية هو لنفس الكلام ويجي يقول له خلالي العسكار المرور يجي يقف في مكان معين في الاشارة يجي يوقف اشارة ويشتغل اشارة يجي عند اوقات المدارس اوقات الزروة عند الطريق بتاع الكباري دوت والانفاء المتجهة للمطار مثلا ويخلي السيارات الكبيرة اللي حجمها كبير زي الوانيت والديانة والكلام اللي زي كبير خالص طلاجات والميكروبسات والباص والكلام ده كله او ميجي عند الانفاء يخرج من النفق ويخليه يمشي في الطريق الجانبي او يوقف الاشارة ليه بيخفي من حركة المرور او بيتحكم في تضفق المرور هو ده اللي بتعمله القوايا من التحكم في الوصول بتديني مرونة انه نقدر يتحكم في الشبكة بتاعتي وياتجاه البيانات وفي انهي جزء ان الشبكة يقدر اخلي فيه ضغط بيانات وجزء تاني ميكونش فيه ضغط القائمة الاسيل بتبقى موجودة فين موجودة على الروتر يعني بيفتح الروتر ويعمل على الروتر ده الاعداء بتاعت الاسيل عندنا بيسموها كده تصفية في حالة موجودة حاجة من التصفية دايما الحزمة بشغلها كده مسلا ادي الفريم اطار الاطار ده بيكون داخله الحزمة بتاعتنا الحزمة هي ادي رأس الحزمة وهكذا ادي البيانات وهذا المقطع التصفية اللي بيتم بناء على حاجة من التلاتة على اساس البرتوكول او اتجاه او منفذ يعني ايه يعني اساس كل البرتوكول على حده يعني اقول له مثلا البرتوكول الفلاني ما يشتغلش عندي يعني ايه الكلام ده يعني تلاقيه موظف في الاستقبال او موظف فيه بنك الرقحي او في موبايلي او في اي حاجة زيكده والسيستم اللي قدام منه ما بيفتحش غير السيستم بتاعهم هما بس يجي يفتح فيس يفتح تويتر يفتح يوتيوب يليم الشغال ليه لان احنا قفلين البرتوكول بتاع التصفح وهكذا يبقى شغال عنده الشبكة عادي يجي يفتح التصفح بتاع الحاجات معنا ليه مششغال ليه عشان دي شبكة عمل هو ده بقى اللي بيعمل الاسي ال او على اساس اتجاه يعني اتجاه يعني هيقدر ان الشبكة عندي بدل ما لاقيه مثلا طول يوم الشبكة ضعيفة ليه اصل مثلا عبدالرحمن بوبشيت انا مش عايز كده فيعمل ايه يقفل الاتجاه بتاع الدونلوت دوت من عبدالرحمن بوبشيت بس مثلا او من كل الشبكة ويراه دماغه عشان ما حدش يحمل ملفات عايز تحمل قل لي وانا افتح لك او يكون بعض الاشخاص او بعض الاجزاء في المناطق في الشبكة هي اللي مسموح لها الصلاحيات او منفذ يعني ايه او منفذ معين ايجي على منفذ معين هو اللي خليه ايه اه هو اللي عليه الشرط هو اللي عليه القيمة اللي هي اللي بتحكم فيه التدفقين ايه هي بتمشي بالترتيب الاسي ايه اللي عندنا بتمشي بالترتيب يعني ايه بالترتيب يعني بتمشي بالترتيب بتيجي من اعلى الاسف يعني انا عملت شرط منوع دخول طالب في القاعة اللي منهم اللي يعني ايه منوع دخول منهم اقل من 18 عام خلاص وثاني شرط ممنوع دخول طالب بدون ما يكون لابس لبس استوب او لبس رسمي رغب ثلاثة ممنوع دخول طالب بمشروبات غزية او مشروبات عموان ساخنة او بارغ اربعة ممنوع دخول طالب وهو مثلا بدون الاغراب بتاعته والاقلام والاغراب والايه والكتب نحن كده عملنا الخمس شروط لو جي واحد معا الأقلام ومعا الكتب بتاعته والابس اللي اسمه ده التوب السعودي او التوب او الابس رسمي ومشروبات غزية وكل الشروط انطبقت عليه بس اول شرط اللي هو بتاعه انه هو مش اكبر من 18 عام يبقى مش هيدخل يبقى كل اللي بعد كده ملغي عشان كده بتمشي بالترتيب لو اول شرط انطبق عليك هيخش الشرط اللي بعد انت اكبر من 18 عام طب تماما اللي بعده ايه هل انت لبس لبس السوب السعوبي اللبس السوب السعودي اه اضخم مش لبس اللبس الرسمي يبقى خلاص اخرج يبقى اضطرت من الشبكة وهكذا القوام الاسي الى عندنا بتاخد ارقام يعني ايه ارقام يعني القيمة بتاخد رقم مثلا access list access list مثلا 100 200 20 30 1000 لها ارقام كده ولينا ممكن نعمل كذا قيمة على الراوتر يعني طيب ايه الارقام دي هل دي اعتباطة لا عندنا الارقام دي بتبقى تسلسلات معينة في ارقام مسموحة وارقام ممنوع اه تعالى كده ايه عشان وضع الكلام ببقى واضح قوائم بتحكم في الوصول اللي هي الاسي ال اغلو النوع عندنا اسمها قوائم بتحكم في الوصول المعيارية الوصول الموسعة قوائم بتحكم في الوصول المسمعة موسيقى James اشتركوا في القناة 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 الموساعة عندنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبدأ من 114 هذا الرقمه هنا 114 يعني ينفع عادي 114 يعني ايه يعني احنا دخلنا في المعيارية مش في الموسعة مش المعيارية يبقى عندنا من 1.9 معيارية الموسعة من 100 الى 190 طيب ده تمام access list 114 يعني موسعة permit يعني قبول اه ده الزيادة ايه ده TCP اه وقادي هنا telnet equipment ftp برتوكولات يعني دي بتبقى بتكتب برتوكول محدد يشتغل عليه يعني ايه permit يعني سماح سماح للtcp من الاب دوته والوالد كار ده هو بتاعه وينه تلنت يعني تصال عن بعد يعني بيقدر يسمح ان الاي بي دوت او الشبكة ده او الجزء ده من الشبكة انه هو يقدر يعمل اتصال عن بعد تلنت عشان يقدر يتصل عن بعد بالروتر الftp اللي هو نقل الملفات نفس الكلام هنا بقى customizer شوية يعني مخصصة شوية محددة عارفة هدفها ايه بالظبط انا عايز الحاجة الفلانية فقط هي لما تشتغلش تمام الحاجة الفلانية فقط هي لما تشتغلش اول حاجة الفلانية بس هي لتشتغل يبقى انا حددت بروتوكول محدد كمان فالفرق ما بين المعيارية والموسعة ان دايم الموسعة فيها اي بي او فيها اصلي سوري فيها بروتوكول بيكتبه هناك اي بي بس هنا بروتوكول هو بتحدد هي عايز ابزة فانا مغارد ما بشوف الامر اللي زي كده الامر ده بيحدد لنها موسعة اول شيء تاني شيء ان البرتوكولات اللي مكتوبة دي هنا بتعتمد على عينوان اي بادرس ورقب بروتوكول الطبقة خلاص او بروتوكول الطبقة نفسها اقرى من نفس البرتوكولات هي اذا تستغل من رقب بروتوكول او اسم بروتوكول عادي يعني الهو تي تي بي 80 دخلناها بلكده برطه اف تي بي 21 تل نت 23 وهكذا اس ام تي بي 25 دي ناس 53 تي ف تي بي 69 اس ام بي 160 الرب 25 وهكذا كل منفذ من دوب والرقم بتاعه اي ممكن المسمى بقى اخر نوع عندنا احنا عندنا خدنا قلنا المعيارية قلنا المعيارية صراحي معيارية من 11 تسسعين الف تل ثلاثمائة تسسعين الموسعة الاقل من 100 تسسعين وهنا بيكون فيه مكتوب معاها بيكتب بروتوكولات زي تسي بي تل نت اف تي بي بيكتب في الامر كده فنعرف الفرق بينهم ايه بيتم تقسيص بعد ونقدر بروتوكولاتي تعالى نحفظ دي عشان ببقى ارسلها لكم عشان برضو ايه بتحتاجون المسمى بقى احنا دخلنا كده ايه في نوع جديد بقى خالص مش موجود في ايه حت اولا ده موجود في سيسكو الايو اس الحديث فقط مش في القديم يعني طيب ايه اللي بقى يخليني بقى المسمى اهن ايه ده السعز مفيش هنا رقم اه فيش امر رو واضح حنا شوية ده رقم برضو مش جايب امر يا كامل على بعمل عشان بقى اسهل لكم مش المسمى ما بيكتبش رقم ما بيكتبش مثلا واحد مية ميتين تلتميئة اهو ان هو كاتب برميت او ديناي اهو مش كاتب اي حاجة يعني مش كاتب رقمها كامل لان بيسمها مسماة هنا بيسميها بقى سميها زي ما هو عايز سميها host سميها IT سميها FB سميها server access سميها اي حاجة سميها زي ما اسم انت عايز بقى بالاسم مش برقم ولكن دي بقى فيها مشكلة شوية الاسم دي يا اول حاجة خلاص ان هي كانت انها ما بتتوافقش مع الاصدارات القديمة يعني ايه يعني الروتر اللي عنده لو هو الصفتور اللي عليه البرنامج اللي عليه حديث او بعد 11.2 هيشتغل المسمى لكن لو ادم من النسخة دي مش هتشتغل عشان كده بيخافوا يستخدموها شوية لانه يكون حديث لازم تعرف الاسماء كويس جدا عشان الاسم لو غلط مش هيتنفس لو جيت استدعي تاني وتنفسها اكتر من مرة قائمة الوصول ده هيتم ممكن متعرفش وصلوها لانه تسميتها اسم حرف الان نسيت عاملو ايه ولا ايه ولا ان ولا ايه كده لا فيه اختلافات بسيطة صغيرة كده تفرق وما ينفعش تسمي القائمة ده هي قائمة الوصول ده هي ده اسم الأسماء أوامر النظام يعني ما يعني أوامر النظام يعني نفعش تسميها راوتر ما يعني تسميها نفعش تسميها تسميها اسم سميها اسم يوجد الحاجات لي مش موجودة أوامر لها تسمي محمد افرهيم سمي سيد تسمي اي Stat لكن لا تسمى اسم من أمر النظام هذه هي الحاجات الاعتبارات التي تضعها في اعتبارك لما تستخدم هذه المسمىات يبقى درس اليوم معيارية موسعة مسمى معيارية من 1-29 من 1300-1999 المسمى هي لقص الموسعة من 100-1999 وي من 2000-2799 ويتم تخصيص بروتقول محدد ومرادة تنفيذ عليه مثل TCP, 10NET, FTB وهكذا أما المسمى لا يوجد فيها أصلا أرقام ولا دا ولا دا أرقام متاعتها لا يوجد أرقام هي بالإسم ليس بالرقم يأتي لك سؤال كيف يقول لك قوايا ما تتحكم في الوصول معيارية تبدأ من نقط الى نقط تكتب من 1-1990 ومن نقط لنقط مثلا من 1300 الى 1999 الموسعة نفس الكلام تبدأ من نقط الى نقط من 100-1990 بالإضافة لنطاق من نقط الى نقط تقول لي من 1299 الى 2000 او من 2000-2699 تمام؟ يأتي لك أنواع قوايا ما تتحكم في الوصول عموما هتقول لي معيارية موسعة مسمى تمام؟ يأتي لك صح وقط قوايا ما تتحكم في الوصول المسمى تبدأ من 100 الى 299 قط هي مسمى يعني لا لهاش رقم لها اسم تمام؟ دعا نشوف ايه دالي هو وقابه يا حيوة هاتر شاشة اه طيب المسمى وبعد كده خلص الفصل اه ملخص اه خلص طيب احنا تاني قوائم انتحكم في الوصول ايه هي تعرفها هي قوائم بالشروط المستخدمة لاختبار حرقة مرور الشبكة على التحول الانتقار عبر وجهة جهاز التوجيه ده تعرف يجب تعريف قوائم الاسئلة على اساس نقط او نقط او نقط على حدة على اساس كل البرتوكول او منفذ او اتجاه على حدة استخدامتها استخدامتها تقييد حرقة المرور وزياد اداء الشبكة توفير التحكم في تطفق حرقة المرور كل الكلام ده قلناه توفير مستوى اساسي من الامان اختيار انواع حركات المرور التي يمكن اعاد توجيهها او منعها باختارانا مين اللي يعدي ومين اللي يعديش التحكم بشأن اي مناطق يمكن عميله وصول اليها مراقبة المضيفين للسماح او الرفض بوصول اليها مقطع معين في الشبكة ادي عديلها ست نقاط هي دي استخدامتها او مميزتها قالك استخدامتها او مميزتها الاثنين صح بس يبقى احنا عاندين مميزتها تعارفها مميزتها بيتنفذ على كل البرتوكول او اتجاه او منفذ على حيه ده وبعدين انواعها كل واحدة بتبدأ من كام وتنديق بكام بس صلى الله وبركة سيدنا محمد على سيد محمد كده يبقى احنا ده اللي عاندين في الفصل ده كله احنا كده خلصنا الفصل كله باذن الله مش محتاجين اكتر من كده تاهم اللي هو الفصل الخامس ان شاء الله احنا بقى عندنا بس فصلين اللي هو السادس والسابع ممكن خلصنا المادة باذن الله احنا ممشين براحتنا